بص بيسعدوني. اولا التزامهم وانضبطهم شيء مهم جدا من نسبالي. اوكي. التزامهم وانضبطهم. بمعنى مفيش خروجه عن النص. وده شيء مهم جدا في اللعيب. عارف دوره ايه. بص بتكلم بصراحة شديدة. ايه. في المية وعشرين لعيب تقريبا بتوقع العابة الصلاة. كلها عارف دوره فين. محدش بيشت بره 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 بره. واللي شدت مش. مرحته. صح. بصراحة شديدة. بصراحة شديدة. عندنا اللعيبة عارفة دورها ايه دلوقتي. فهم. فهم يعني ايه ديتمره. فهم يعني ايه كسب بطولات. فهم يعني ايه عنده تارجد بيحققه. فهم الموضوع كويس. وده شيء مهم جدا للعيبة. فبشكره. بشكر لعيب لعيب في النادي الاهلي. من اصغر لعيب لأكبر لعيب في النادي الاهلي. في كل القطاعات الرياضة. من 14 القطاع عندنا. بشكره. لانهم فعلا بيقدوا بروح الفنين للحمراء. وبيقدوا الاداء اللي هو منتناسب معه. مع النادراء. السلة فيها كلام. يعني الحمد لله قدرنا نعمل او نتكلم عن السلة في كلها. لكن لو رحنا للهاندبول برضو يا كابتن خالد. اسلام حسين. اسلام حسن. اسلام واحد من الأسماء الكبيرة جدا في عالم الكرة اليد. واسم كبير في النادي الاهلي. بشكره. بشكره جدا. بشكره جدا 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 جدا. وجايزه هو شاف ده من الناس. اسلام حسن هتكلم عليه بصفة خاصة جدا كابتن نادي الاهلي. طبعا. هو كابتن تاريخي للنادي. حقق ابو طراط تطيلة جدا جدا. مش يعني اكتر واحد تريبي حقق ابو طراط في تاريخ النادي. عمل موسم السناء دي يا كابتن اسلام موسم انا بالنسبالي. كمشجع. كمدير نجات. كبير عن فنانات الهاندبول. عمل موسم استثنائي بالنسباله. واف. اوجه. كويس. جلس اخر السيزن. الخالد شكره. ديفيد. بشكره جدا 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 على تعامله مع الموقف. لان تعامله مع الموقف كان موقف حضاري جدا. ايو. بص. خرج. كلمة في تريفون. قال لي يا كابتن انا مش عارف اشكره ازاي. انا فعلا ربنا يكرم. بالتوفيق بالتوفيق دي. اسلام جاله عروض داخل مصر. داخل مصر. هو بصراحة شديدة. قال لي يا كابتن انا لو لعبت مش عارف بجوة مصر خلاص. مهما كان. مهما كان العروض اللي اتعرضت عليه. هو كتب كده على سوشال ميديا. عروض كبيرة جدا اتعرضت عليه. هو رفض. اوكي. بشكره جدا. ومستني جوا النادي. وجوا الحفلة اللي هتعامل في جوا النادي الاهلي. هنكربه. لان هو يستاهل ده. لان هو كابتن تاريخ النادي. وفي نفس الوقت كابتن حق بطرات السنة دي. مفيش اي واحد بالمناسبة كابتن الاسلام. مفيش احد خرج من النادي. في الحفلة هنقول ما ندعوهوش. يعني لو مدير فني خرج. لو مدرب خرج. لو اداري خرج. لو لقيب خرج. في الحفلة اللي جاية. موجود جوا النادي بنكرمه. لان هو كان واحد من الناس الانجاز. طول ما احنا ملتزمين بقواعد واسلوب النادي الاهلي. يتفضل. معنا. كابتن الاسلام بشكره جدا. بقول له من هذا من القناة الاهلي. بقول له قدام الناس في مصر كلها. بشكرك جدا جدا. على اتعاملك مع الموقف. بشكرك جدا على اسلوبك. وهو في الاخر قال لك انا ابن النادي. وانا هلف وارجع واشتار جوا النادي. الجنينة. مفتوح له. الجنينة. مفتوح له. بس. عايز اقولك حاجة. النادي الاهلي مفتوح لولاده. سعيد. النادي الاهلي مفتوح لولاده. كابتن اهلا سامح. تاريخ كبير في كرة الطيارة. مبارح. مبارح عمل. كسرت حلقة عظيمة. اه. 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 كويس. اتباحه جدا. كابتن اهلا سامح. دورها جوان النادي الاهلي جاي خلاص. لازم بص أي لعيب ودي برضو من الاستراتيج اللي كاننا فيها مع كابتن محمود إن لعيب تلنادي الأهلي ما ينفعوش يكونوا بره النادي هذا كابتن محمود هو اللي بيعني بي بص إحنا عندنا الموضوع المنظومة كبيرة نقدر تقدر تشيل فتقدر تاخد كادر النهاردة عندنا مثلا الكوادر يبتكلم على كوادر معينة بالاسم يعني كابتن أحمد الجرح كابتن أحمد الجرح النهاردة أمريكا هو كابتن إبراهيم الجمال كوادر جديد عندنا في النادي مسافرين أمريكا معايشة شهر على حساب النادي إحنا بنعمل ده ليه عشان بعد كده هم هيشروا النادي كابتن محمود إبراهيم في الهندبول شغال مع ديفيد بياخد منه خبرته وسافر أول السنة دورة وهكذا وهلوم مجر فالكابتن اللي داخلين إذا كان كابتن نهلة وكابتن تانية كبيرة جوة النادي هيكون لهم دور جوة النادي نشاط رياضي إدارة أو فنية هيكون لهم دور وده اللي جاي ديهم